وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا بالجميع مرحبا بكم في القناة اليوم ان شاء الله نشارك معكم بيتزة صنغلوتان الصراحة كتجي رائعة وديدة وبصراحة بيتزة المكوينة اللي تدري فيها يعني كتجي مزيانة والديدة وممكن ايضا بدون دقيق مصنع هنا غندير جوج كيسان ديال دقيق المصنع وغندير كاس ديال دقيق ديال دورا ملح خميرة خبز زعتر وغدا نغرب الكل وغدا نعجن بالماء الدافئ الصراحة كينين وصفات كتير في القناة بدون قلوتان فلوقات اي شيء يعني كتحتاجون بالنسبة لمبتدائين ولا الناس اللي متعودين انهم يصبوا في المنازل ديالهم من الاكل الخالي من قلوتان يلقى كل شيء في القناة وما تنسوش للشراك في القناة وتفعلوا جرس باش يوصلكم اي جديد ولا كل برتج باش تعمل فائدة على الجميع وما تنسوش انكم تخليوا لي تعالقكم الزوينة اللي كتحفزني وكتخليني انا نستمر معكم في هذا المجال لاكل الخالي من قلوتان ومزيد من الوصفات كيف ما كتشوفو هنا كنجمع يعني العجين ديالي كنضيف زيت الزيتون انا دائما كنخدم زيت الزيتون جميع الوصفات صحي والديد ومشي في حال زيت العادي غدا نجمع العجين بالماء الدافي كيف ما كتشوفو غدا نخليه يختمر معايا ومن بعد غدا نرجع نمدده وانتم كيف ما كتشوفو بقلي شوية العجين في دي غدا نعمل الضقيق وغدا نرش كيف ما كتشوفو هنايا باش نحيدا داك التسق اللي عندي في لدي ديال العجين وكيف عملينتموا مع الرجيم وولداتكم الأمور كل شي مزيانة بصراحة الجو احنا عدنا في إيطالي شوية الجو مضطرب يعني الشتال برد ومع ذلك ركتخرج مرة مرة ركتخرج شميشة زوينة بصراحة الجو ومتقلب بزاف عندنا في إيطاليا ولكن الحمد لله والشكر لله كل حاجة كتجي بالوقت ديالها وبالأجل ديالها هنا كيف ما كتشوفو كيف ما كتليكم غدا ندهنه بطاوة بزيت الزيتون وغدا نصرح فيها العجين مباشرة غدا ندهنه ب بسلسة الطماطم ممكن تعملوا السلسة الطماطم اللي كتكون جاهزة عندكم تومة بالنسبة المغرب على مقادن السلسة ديال سوليس نحنا كنصوبو يعني الطماطم في الدار والوقت اللي ما كتكونش عنديه يعني ديال الدار كنناخد ديالي الطماطم ديال جاهزة ممكن اي طماطم تستعملوها يعني ديال السوبر بالصراحة بالنسبة المكونات تكون تحتوي على طماطم ملح فقط وماء عاد السلسة هدي كنت حضرتها في المنزل درتلها شوية الزعتر وشوية الملح وشوية البصار كالرش هنا الزعتر عليها الزيتون الأسود قطعة صغيرة كيف ما كيباليكم في الصورة ومن بعد غدا نكمل لها التزهين النهائي الجبن المبشور أي جبن عندكم مونسر اللي عملوها عندكم الجبن غرانة بادان اللي تيكون مبشور في البلاستيك ولهذا اللي تيكون ها كقطع وكتحكوه لكن ماشي مشكل بيتزا الصراحة كيف مدرتو ليها را كتجي زوينة وكتجي لديها هنا درت الجبن كيف ما كتشوفو وهذا ندخل الفران طيب وانشاء الله يعجبكم هدلا فيديو ما تنسوش انكم تقابونوا في القناة وتفعلوا جرس باش يوصلكم جديد بالصحة جات لديدة وجات رقيقة وزوينة كيف ما بغيت ونخليكم على خير مزيد من الوصفات الخالي من جلوتان والسلام عليكم اشتركوا في القناة